يتقدم يمغل الكلة داخل المنطقة ممكن لعلم لهم الجول جول الأقدام الصغيرة ذاتها التي قطعت رحلتها الشاقة من صنعاء إلى أرضية ملعب أكاديمية سباير في قطر تخط نصرا مستحقة لم تكن رحلتهم سهلة إذ قطعوا أميالا في البر نظرا لإغلاق المطارات حتى يصلوا إلى الدوحة لخوض تحدي كبير في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 تلقوا تدريباتهم في معسكرات متواضعة وبإمكانيات أقل تواضعا على يد المدرب محمد النفيع ولم يكن الدعم والاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة حاضرا كما يجب لكن عزائمهم ومهارتهم كانت أكبر من أن يمنعها ذلك من تحقيق الناصر إذ حطمت أقدامهم كل التواقعات في الجولة الأولى من التصفيات ضد منتخب بوتان الذي أمطر شباكه بعشرة أهداف مقابل هدف خاض المنتخب الجولة الثانية من التصفيات ضد منتخب قطر البلد المستضيف وصاحبة الإمكانيات المتطورة وانتهت المواجهة الأكثر إثارة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فقد جاء هدف اللاعب حسن الكوماني في العشر الدقائق الأخيرة ليرفع رصيد المنتخب إلى أربع نقاط وكان هذا هو الهدف الذي وضعه اللاعبون صوب أعينهم من أجل التأهل تحقق هذا الهدف في الجولة الثالثة أمام منتخب بنجلاديش إذ أحرز المنتخب ثلاثة أهداف نظيفة بأقدام محمد دنبر وحمزة محروس ليصبح في رصيده سبع نقاط وأربعة عشر هدفا ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في البحرين العام المقبل كان العرض الكروي لللاعبين ملفتا وكانت أصوات الجماهير اليمنية على مدرجات الملعب أكثر حضورا حيث امتلأت باليمنيين المقيمين في قطر الذين تركوا منازلهم وأعمالهم من أجل مؤازرة منتخبهم الوطني وكان المتابعين وراء الشاشات أيضا حماس مشابه لذلك الحماس الذي أظهره اللاعبون في المباريات وبين الانتصار الذي حققه لعبو المنتخب والفرحة التي صنعها هذا الانتصار في قلوب جماهيره يظل السؤال الأبرز في الشارع اليمني هل سيتم الاهتمام بهذا المنتخب مستقبلا أم أنه سيلاقي ما لقيه منتخب الأمل من الإهمال قبله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر